في التقويم من الأسنان ينجب دي من الحاجات للتقويم الشفاف دي من الحاجات اللي ظهرت جديدة عندنا ده للناس اللي هي عندها مشاكل في الكراودينج أو في زحمة في السنان أو السنان بركبة على بعض شوية بنقدر نحط التقويم الشفاف لأنه مستو ان هو ما بيبانش يقدر الشخص يحطو طول اليوم ينام بيصحابي بياكل شيء بس أسناء العاكد وفي نفس الوقت بيبدي نتيجة كويسة وما يحدش بيقدر يعرف ان هو عامل تقويم الفينيرز يعني اتفاشن دلوقتي من كل الناس بتتاجه ليها علشان لما يبقى عندي مثلا بعض السنان فيها مكسورة او سنان اه مش ككة سنان فيها مسافات بينها وبين السنان اللي جنبها بيبتدي نفكر ان احنا نركل الفينيرز دي والحقيقة هي دلوقتي بقى عند الناس اه حتى الصغيرين في السن الشباب الصغير ان هو بيبتدي يفكر ان هي بتجمل شكل السنان وبرا عن الفينيرز وبرا عن قشرة بتتلزق او زي عدسات بتتلزق على السنان بتتلزق بصفة دايما بتجمل شكل السنان يعني يعني دي الفينيرز التقويم الشفاف لا انا بخاني السنان زي ما هي بس بحرك السنان علشان تتحسن مسلا لما يبقى عندي مسافات كبيرة بين السنان بروح محسن بقرب السنان دي ببعد عندي سين رجبة فوق بعض بصنح الترتيب بتاعها يعني يعني بس حياتي دي بتبقى حاجة بتتصنع في المعمل بتبقى يعني بتترسم او بتعمل على شكل السنة او احيانا تمان في عندنا ماشينز حاجة اسمها الكات كام الكات كام دي عبارة عن ماشين مخصوصة بناخد مقاس معين عن طريق بنصور السنان اه بناخد المقاسات اه اه وبعدين بتتعمل في ماشين معينة بتبحث اه في بلاكات مخصوصة بلاكس مخصوصة بتيدي اه بتبحث شكل الفينير ده على حسب احنا بنبقى عاملين حاجة اسمها سمايل ديزاين لا بوسي ما بتاخدش وقت طويل حقيقة يعني ممكن اه في بعض الاحيان لو بعد يعني سمايل ديزاين ده احنا نعمل اه سمايل ديزاين شكل السنين هتبقى عاملها ازاي ده بياخد يعني ممكن يومين تلاتة اه لكن التصنيع نفسه ما بياخدش وقت يعني 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 ممكن خلال اليوم ولا حاجة او يومين على الاكسر ممكن تكون خاصة الكمبوزيت فينير يعني هي كانت بداية الفينير لما بتارينا زمان التنمينا بتارينا نحط الكمبوزيت فينير دي اه دي اه اه عمرها الافتراضي اقل شوية يعني لا يتجاوز السنتين اه 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 امرها الافتراضي قال اه اه قايمها شوية هي مع الوقت بتكتسب اه لون او صبغات من من الحاجات المحيطة من الشاي من القهوة مسجاير كلام ده كله بتكتسب لون يعني فمع الوقت بلاقيها غمر عكس الفينير اللي هي الزركوني الفينير اللي هي ما بتمتصش الالوان من الحاجات المحيطة هو بيبقى السبات بتاعها اللوني اعلى ودي حاجة بتهم الناس شوية اللي هم عامين من ايه اللي اه 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 بحام الان اه اه لا حاجة عايز هتقعد وقت طوي كل الحاجات اللي فيها سكرية طبعا اكيد بتغسر على السليم بالسبب يعني يعني كم الشوكولاتات كم الحاجات اللي الحلويات اللي فيها سكر كل الحاجات دي استهلاكها اكيد بيزود التسويس بتاع السن وبالتاني مش بيزود التسويس بس بيدخلنا في قصة تاني خاصة ما حد ما بيستعملش فرشة بانتظام يعني ماستعملش فرشة مثلا اقل حاجة مرتين لتلات مرات في اليوم لو انا ماستعملش فرشة كده وبستحلق كم من الحلويات كم من مشروبات الجازية كتير قوي السكريات طبعا ده بيبسر بسجاعهم طبعا نوعيات الفرش بطريقة استعمال الفرشة بيفرد كتب م pengain لان برضه الفرشة بتبقى مي strum بتقول لي الفرشة تبقى telecomb يعني ما هيش هارد وما هيش صوت اوي واستعملها قدي ايه لانه كمان يعني مفيش حدي باسأله بيقول لي ما بستعملش فرشة بس مهم بستعملها قدي ايه يعني بييجي يقول لي انا بستعمل فرشة طبعا بس ممكن استعملها كل يومين ممكن استعملها مرة في اليوم تستعملها الصبح وما استعملش تايب اهلون فده بيفرد معايا جيدا انت بستعمل الفرشة قدية وتاخد قدية ايه في المرأة يعني مفهود ان عدد الدقائي ما قلش عن ثلاث دقائي ان انا استعملش فرشة اقل من ثلاث دقائي ممكن فينا انا استعملت 30 ثانية اللي هو ايه دوبك ان انا استعملت فرشة في ثانية كده وخلاص ده اسني استعملت فرشة لأ مفهود ان انا باخد وقت في استعمال الفرشة اشتركوا في القناة